أبو حميد حقدت من بعد مباراة السوبر الأفريقي والنادي الأهلي زي ما قال عمر وأنا في اعتقال الشخص كانت أرصد ودن واجعتنا شوية لكن كان لها تأثير إيجابي جدا على الفريق اللي ظهر بشكل رائع بقى في ما بعد مباراة السوبر شفت إزاي أداء النادي الأهلي في الجولتين الأولى أمام النادي المصري والتاني أمام نادي الإسماعيل يمكن الزهارة الإجابية اللي في موجودة مع مستر كولر ركبت نهاني ومع حتى الفريق أن الراجل حطيت سيستم لعب استراتيجية لعبة ما بتتغيرش أي لعب بيلعب بيشارك بيقدم نفس استراتيجية اللعب وده ظهر أكتر في مباراة سان جورج اللي هي التانية أن الراجل اللعب بخمسة أو ست لعبة مش متعودين نحن نشوفهم من بداية المباراة لكن المكسب الكبير وده اللي حقنا السنة اللي فاتت العلامة الكاملة وكل البطولات أن قوضة لبس النادي الأهلي هي أكيد عندهم قوامات البطولة وده اللي قادر الراجل يستغلها بشكل كبير جدا المسئولية اللي على عاطق اللعيبة ده اللي بشكل كبير جدا بتوفر على الراجل حتى وصول التعليمات لهم لكن المكسب الكبير زي ما قولنا أكيد رحيل حمدي فتحي مش هنقول خسارة للفريق لكن بيعوض وده مجلس دارة النادي الأهلي اللي دايما بيوفر كل سبع الإمكانات البطولة للراجل بيعوضوا بإمام عشور ريدا سليم إضافة قوية للسكواد النادي الأهلي هتلاقي كابتن الاستقرار الفني والإداري اللي موجود عند النادي الأهلي دايما هتلاقي الكيرف طالع لكن لازم نقف عند النقطة مهمة اللي حضر لك اتكلمت فيه وحطيت إيدك عن النقطة أنه مش هنبص للتحكيم وكفايا أنه هنا في النادي الأهلي بنقول لفيه قرصة ودن يعني فيه قرصة ودن العيبة كانت مقصرة أو الجهاز كان مقصر أو مش هاخدها في كلمة تأثير أكتر أكتر منها النقطة اللي تكلم على العام دامن المباراة دامن المباراة إنك رايح ومعندكش أي مشكلة أنك هترجع بكاس وده خطر في كورة القدم يعني دايما تلعب كبيرة وعارفة لو ما كنتش مستعد وقارس على نفسك كويس قوي وبتحترم الخصم كويس قوي هتبقى الأمور في الملعب هتبقى صعبة هو فعلا يا كابتن وإحنا متفرج على المباراة النادي الأهلي كان هيكسب في أي وقت فدي برضو ما كناش حابين هي توصل لعيبة لكن فعلا هي قرصة ودن في أول موسم ده النادي الأهلي دايما يا كابتن هو بعد أي مثلا خسارة أو أي حاجة بتقلب بدافع كبير جدا بتقلب بطموحات بأهداف وده اللي ظهر عليه أكتر في مباراة المصري زي ما حضرتك قلت بمكسب كبير على نادي المصري وصنطولي الكابتن علي ماهر وعمل فريق جيد مع نادي المصري بسكواد أكيد لا يقل عن الفرق الكبيرة لكن اللي هنشوف فيما بعد هو فيما كسب كتير جدا أهمهم زي ما قلت حضرتك إنه راجل مسبب طريق لعب بيلعب بسيستم لعب بيفرض أسلوب لعبه سواء على فريق كبير أو فريق صغير فده المكسب الحقيقي النادي الأهلي ده اللي بيدي له دفع بشكل كبير الدوافع كانت موجودة ولكن كان لازم نأكد على زي الدوافع وزي ما بنقول ويمكن كمان بيفكرني أحد الزملاء في الإعداد يعني أنت لعبت المصري كسبت بسكور عالي كبير جدا أربعة صفر كسبت أم بي بسكور عالي سان جورج كسبت بسكور عالي كمان النادي الإسماعيلي لأدم وبراء كبيرة الحقيقة قدام النادي الأهلي كمان كسبت بسكور عالي وبالتالي الأمور اتضحت ورجع ورجع خلاص الكل مركز الكل عارف أديل البطولات هتبقى صعبة